رح نحكي عن ثلاث نقاط ضروري جداً إنك تعملها بعد ما تثبت مدير النوافذ بي اس بي دابليو ام مع أمثلة عنها لحتى بعدين تكون قادر إنك تطبق هذا المثال لحتى تخصص مدير النوافذ وتتعمى بتخصيصه بالشكل اللي بيلبي احتياجاتك فأول شيء لازم إني أعمله بعد ما ثبت مدير النوافذ هي إن يضيف بعض الإطارات حول النوافذ المفتوحة لحتى كون قادر إن يميز بين النافذة النشطة أو النافذة اللي أنا موجود فيها حالياً والنوافذ غير النشطة أو النوافذ اللي بتكون إنه أنا ما ليحاطة الماوس عليها أو ما عم ما ليشتغل فيها فلهذا الكلام رح نضيف الأسطر التالية لملف الكونفيك اللي اشتغلنا عليه المرة الماضية إذا ما شفت الفيديو الماضي اللي نصبنا في البي اس بي دابليو ام على آرتش لينوكس فروح وشوف هدلاك الفيديو قبل ما تشوف هاد الفيديو وبعدين نرجع وكمل معي الخطوات فالأسطر رح تكون على الشكل التالي فبهذا الملف رح لاحظ إنه كل سطر عماله يبتدي بكلمة بي اس بي سي اللي هو الكومند اللي عماله يتحكم بكل الكونفيجوريشن اللي عمالي اعملها وبعدين بالاعتماد على الشي اللي بدي اعمله رح شوف إما في عندي كلمة config أو كلمة desktop أو كلمة layout هاد الكلام اللي عمالي إلك إنك ممكن تتعمق فيه بشكل أكتر فأنت لحتى تحصل على الألوان اللي بدك تستخدمها ممكن على جوجل إنك تدور على hex color ورح يعطيك كل الألوان وممكن تختار اللون اللي بيناسبك أو اللي بيعجبك أكتر أنا رح حط بالنسبة للنافذة النشطة أو ال focus window رح حط لون أحمر نوعا ما وبالنسبة للنافذة غير النشطة رح حط لون رمادي كمان باعتبار إنه عمالنا نحكي على النوافذ فخلينا نحط إطار خلينا نغير عرض الإطار حول هاي النافذة هلا هذا السطر موجود بشكل مسبق بس أنا رح غير العرض لنقول 10 بيكسل بس لحتى يكون واضح بالفيديو طبعا بالحياة العملية ما رح استخدم هذا العرض أبدا وبنفس الشكل خلينا نحط بعض الفراغات حوالي النوافذ بين كل نافذة والتانية وبين النوافذ وجوانب الشاشة كمان رح نحط رقم خنف وشاري هلا هذا الرقم أنا ما بنصح إنك تحط رقم كبير أو تحط فراغات كبيرة لأنه بهذا الشكل أنت رح يكون في عندك مساحة ضائعة وغير مستفاد منها بشكل كبير بس بعرف إنه في بعض الناس اللي بتفضل يكون في عندها هذا الرقم هلا أنا بعد ما أعمل هاي الإعدادات أكيد ضروري أني لازم أحفظ الملف وأعمل إعادة تشغيل للويندو مانيجر فقط وليس للكمبيوتر هلا لحتى اتجنب إنه يكون في عندي أي أخطاء فأنا بعمل تعديلات كثيرة وبالنهاية بحفظ الملف فيفضل إني أحفظه أحفظ الملف وأعمل إعادة تشغيل للويندو مانيجر بعد كل تغيير فبعمل تغيير وبجرب بعمل تغيير وبجرب لحتى بعدين إذا كان في أي غلط ما يكون في عندي 30 أو 40 أمر اللي غيرتهم وما أعرف وين الغلط فهلا أنا بعد ما غيرت هاي الأمور الثلاثة اللي هي الألوان عرض والفراغات رح أحفظ الملف ونعمل إعادة تشغيل للويندو مانيجر هلا واحدة تانية من التخصيصات اللي ممكن إني أعملها إني خلي تنشيط النافذة يمشي مع المؤشر أو مع الماوس فأنا وقت اللي حط الماوس فوق النافذة اليمين رح تكون هاي النافذة اللي هي فعالة ووقت حط الماوس فوق النافذة اليسار رح تصير هاي النافذة الفعالة هذا الكلام بنعمله عن طريق إضافة السطر التالي فهلأ إذا حركت الماوس لليمين أو حركته لليسار فرح شوف أنه الإطار الأحمر عماله يمشي مع المؤشر وما في داعي أني أستخدم السوبر مع الـ H أو مع الـ L لحتى أتحرك من النافذة اليمين للنافذة اليسار هلأ واحدة من أهم الأمور اللي لازم أني أعملها بأي ويندو مانيجر هي أني حط بعض الرولز أو القواعد فلنقول على سبيل المثال أنه في عندي برنامج دائما يفتح بشكل عائم وليس بشكل تايلينج في عندي برنامج بدي أفتحه على وورك سبيس معين لنقول الفاير فوكس بدي أفتحه دائما بالورك سبيس الثاني بدل ما يكون بالورك سبيس اللي أنا موجود فيه حاليا فلحتى نعمل هذا الكلام أنا رح أعمله على برنامج الباو كنترول هذا بديه بشكل دائم يكون عائم فلوتينج والفاير فوكس بديه دائما يفتح بالورك سبيس رقم اثنين بدل ما يكون بالورك سبيس اللي أنا موجود فيه حاليا فلحتى نعمل هذا الكلام رح نضيف الأسطر التالية هلأ بهاي الأسطر اسم البرنامج ما رح يكون بشكل عشوائي أنا لحتى أعرف شو هو اسم البرنامج اللي لازم اني حطه بهذا السطر لازم اني استخدم أداة إكس بروب هذا الأمر أو هاي الحزمة إذا ما لها موجودة على النظام فبثبتها رح يكون اسم الحزمة بالغالب إكس أورج داش إكس بروب وبعدين لحتى استخدمها فرح افتح تيرمينال وبعدين بفتح البرنامج اللي بديه بالتيرمينال بكتب إكس بروب وبضغط انتر رح شوف إنه المؤشر رح يتحول لإشارة زائد فهلأ أنا هاي هذا المؤشر بضغط على البرنامج اللي بديه لنقول على سبيل المثال على الإكس على الباو كونترول فرح شوف إنه بروح للسطر بروح على التيرمينال بشوف السطر اللي موجود فيه كلمة كلاس وباخد منه الكلمة التانية فرح شوف إنه الباو كونترول عندي الحرف الأول فيها كابتال فهو هذا الاسم اللي رح استخدمه بهذا السطر بحالة الفاير فوكس رح شوف إنه الكلمة بكاملها هي أحرف لوار كيس فرح حطها بدون أي كابتال أو لوار بحطها كلها لوار كيس وهذا الكلام بطبقوا لأي برنامج عندي فهلا بعد محطيت هدول الملفين هدول السطرين وعملت إعادة تشغيل إذا ضغطت إذا حاولت إني أفتح الفاير فوكس فرح شوف إنه بالورك سبيس اللي أنا موجود فيه ما طلع عندي أي شيء لأنه بالأساس الفاير فوكس فتح بالورك سبيس الثاني أما إذا حاولت إني أفتح الفايفو كونترول فرح شوف إنه رح يطلع عندي بشكل عائم بدل ما يكون تايلينج جنب النافذة الحالية هلا فيما يخص تشغيل البرامج التلقائية أنا وقت اللي أعمل تسجيل الدخول فبهذا الملف بملف الكونفيك أنا ممكن إني أعمل تشغيل تلقائي مثل ما شفنا بالفيديو الماضي بس أنا بفضل إنه اللي أعمل له تشغيل تلقائي من هاد الملف هو بس برنامج الكي بايندينج السكس إلخ 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 اللي هلأ رح نروح له بعد شوي أما باقي البرامج التانية فيفضل إنك تحطها إما بملف الـ .xenitrc إذا كنت عمالك تستخدم الـ .startx لحتى تعمل تسجيل الدخول أو بملف الـ .profile إذا كنت عمالك تستخدم أي شاشة تسجيل دخول فأنا باعتبار إني عمالي استخدم الـ .lightdm كشاشة تسجيل دخول رح حط بملف الـ .profile رح حط البولي بار لحتى يكون في عندي البانيل رح حط البايكم رح حط الـ .nitrogen لحتى يكون في عندي wallpaper فهي الملف هاي البرامج اللي بدي بهذا الفيديو إني أعمل لها تشغيل تلقائي طبعا هذا الكلام رح يكون باعتبار إني حطيتها بهذا الكلام بهذا الملف رح يكون مستقل عن الـ .window manager اللي عمالي استخدمه هلا بعد هذا الشي خلينا ننتقل لاختصارات الـ .keyboard أو الـ .keybindings اللي مثل ما حكينا عمالنا نتحكم فيها باستخدام برنامج الـ .s-h-k-d الحمد لله أخيرا طلعت معي خليني أول شي صحيح معلومة غلط ذكرتها بالفيديو الماضي هي أنه إذا كان عندي قبل الحرف إشارة ات فأنا بالفيديو ذكرت أنه هذا معنى أنه وقت اللي اضغط على هذا الزر بتم تنفيذ الأمر التصحيح هو بالعكس أنه أنا وقت اللي ارفع إيدي عن الزر فبتم تنفيذ الأمر فبعتزر عن الغلط اللي انذكر والشي الثاني اللي ما ذكرته بالفيديو الماضي هو أنه حكيت أنه أنا في عندي سطرين لـ .keybinding السطر الأول اللي يعرف فيه أو شو هي الأزرار اللي بدي اضغطها والسطر الثاني اللي هي الأمر اللي بدي نفسه اللي ما حكيته أنه بالسطر الأول اللي في عندي فيه الأزرار قبل الأزرار ما في عندي أي سبيس أو أي فراغ في حين السطر الثاني لحتى يتعرف عليه أنه أمر فبحط قبل الأمر بحط إما سبيس أو تاب لحتى يشتغل الأمر بشكل صح هلا حكينا بهذا لك الفيديو عن كيف ممكن أني اعمل keybinding لأزرار السطوع إذا أنا حكيتها ببداية الفيديو وقت لك نعمل نثبت الـ .أنه ثبتت الـ .xf86 هلا أنت إذا ما ثبتت تعريفات كرت الشاشة فأكيد الـ .xbacklight ما رح يشتغل إذا كان في عندك كرت شاشة أو إذا كان في عندك معالج AMD فإسم الحزمة رح يكون هو .xf86-video-amd-gpu طبعا هاي الأسماء هاي الحزم خاصة بالـ .arch linux بالتوزيعات الثانية ممكن يكون في إلها أسماء مختلفة بس الفكرة هي هي. هلأ أنت وقت اللي بتحط keybinding وهذا الكيبايندك ما بيشتغل معك فقبل ما نقول أنه المشكلة من برنامج الكيبايندك خلينا لحتى نتأكد أنه الأمر اللي أنا عم ما لي نفذه صحيح وشغال ولا لا فأنا بحط هذا الأمر بالترمينال وبنفذه فبشوفه إذا اشتغل فمعناها ساعتها رح تكون المشكلة عندي من الكيبايندك إذا ما اشتغل هذا الأمر فعلى أعمل أغلب مثل ما حكيت إما أنك ما تكون مثبت تعريفات كرت الشاشة أو بحالة آآ أزرار رفع وخفض الصوت أنك ما تكون إذا كنا عم ما نستخدم اي أمر اي ميكسر لحتى نرفع ونخفض الصوت فاحتمال يكون الاي ميكسر ما له مثبت لحتى ثبت الاي ميكسر فرح ثبت حزمة اللي بتعطيني هذا الأمر بعدها أما إذا كنت بدي فعل كمان أزرار الأغنية السابقة الأغنية اللاحقة الإيقاف والتشغيل فرح ثبت حزمة بلاير سيتي إل بعد ما ثبتت هي الحزمة الثلاثة أو الأربعة فرح ضيف الأسطر التالية لحتى تفعل الكيبايندينكس الخاص فيها وطبعا ما ننسى أنه لحتى الكيبايندينكس تاخد مفعولها فبعد ما أحفظ الملف لازم أني أعمل إعادة تشغيل لبرنامج الكيبايندينكس الإختصار الخاص فيه هو سوبر وسكيب فبيعمل لي إعادة تشغيل للكيبايندينكس وهيك بشوف أنه صار عندي أزرار الصوتو عمالها تشتغل وأزرار رفع وخفض الصوت عمالها تشتغل هلأ اللي ما حكيته أنه حزمة اكس باك لايت بتشتغل بس مع مع كروت الشاشة المدمجة سواء كانت سواء كانت انتل أو اي ام دي أما إذا كان في عندي كرت شاشة منفصل انفيديا فالأكس باك لايت ما بتشتغل معه ولازم أني استخدم حزنة تانية أو أداة تانية نحكي عنها بغير فيديوهات وأكيد عملية التخصيص ما رح تكون كاملة إذا ما غيرنا الايقونات أو ثيم برامج الجي تي كي اللي عمالنا نستخدمها فلحتى نغير الثيمات أو الايقونات أو اللخطوط رح نثبت حزمة أليكس أبيرانس وبالنسبة للأيقونات أنا شخصيا بستخدم حزمة حزمة ايقونات بابيروس انت إذا في عندك حزمة تانية بتفضلها فلا تنسى أنك تترك ليها بقسم التعليقات وبالنسبة للخط فنحنا من شوي ثبتنا خط أوبن سانس فبعد ما ثبتت هاي الحزن بالكامل رح افتح الـ LX أبيرانس باستخدام الروفي رح نغير الايقونات ونغير الخط وهيك من كون قطاعنا شغط كبير بعملية التخصيص بلتقي فيكن بالفيديو الجاي وبأمان الله شكرا